تعال اقول لك تعملي السجوء ازاي على طريقة ابو البنات بجد بيعمله حلو قوي اولا كده قطعم السجوء وطبع لازم يكون بلدي مصدر موسوك منه وزي ما انت شايفة كده مش مسبوغ لون احمر على طول على الجريلة ابتدى يحط كل السجوء وده طبعا هيبرز النكهات اللي فيه وهيخلي طعمه حلو قوي هيتشوي السجوء كده وياخد اللون الاحمر الجميل ده خطوة التحمير دي مهمة قوي هنا نقلنا في طوص عشان ينزل كل الدهون قطع بصل طماطم وكمان فلفل الوان والسجوء ابتدنا كمان فيه تقطيعه لو كنت قطعتي السجوء اناي كان هيتبهدل منك جدا والسجوء في المرحلة دي يا جماعة وياخد نص تسوية وطعم وريحة اللهم بارك من خطوة الشاوي وربي تعملي الشاوي قبل ما تنزلي باقي المكونات دلوقتي بقى مكان الدهون نزلنا بالبصل المقطع جوانح نزلنا بمعلقة من السكر عشان يتكرمل حطينا كل الخضار وكمونو كوزبارا وتوم بودر وفلفل سويد وعلى طول نزلنا بالسجوء الامر ده وشوية ملح وعملنا سندوتشات وانفهن وشوية